الحقيقة السؤال يردني كثيرا هل تؤمن أو هل تعتقد بوجود عذاب في القبر الحقيقة أيها الأحبة هذا السؤال لم يكن يطرح قبل عشرات سنين لم يكن أحد يطرح مثل هذا السؤال للأسف كثر المشككون وكثر من يخطئون في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم آيات القرآن فاعتقدوا أنه لا يوجد عذاب في القبر لذلك أنا من خلال الدقائق القليلة القادمة سوف أوضح لكم المعنى الذي أنا أفهمه من آيات القرآن التي استدل بها على أنه لا يوجد عذاب في القبر أول شيء أيها الأحبة هناك سورة الصافات الله تبارك وتعالى يقول في موقف أول موقف من مواقف يوم القيامة بعد البعث مباشرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون زجرة يعني الصيحة عنيفة جدا نفخة في الصور عنيفة جدا تجعل الخلائق يخرجون من القبور من الأجداث كأنهم فراش منتشر يصور لك القرآن ماذا يقول الكافر في هذه اللحظة لحظة خروجه الآن أيها الأحبة نحن لدينا احتمالا قبل أن نكمل الآية أو الآية التالية الاحتمال الأول أنه لا يوجد عذاب قبر يعني هي فترة رقود ليس فيها الشيء لا يعرف مصيره الكافر لأنه حسب نظريتهم التي يدعون أنه لا يوجد عذاب قبر لا يوجد شيء فإذا مصيرك لم يتحدد بعد يعني أنت لنفرض أن هناك إنسان كافر ملحد ومات انتهى كل شيء لا يوجد شيء بالنسبة لمن يقول لا يوجد عذاب لا يوجد نعيم لا يوجد أي شيء فهي فترة لا يشعر فيها بأي شيء بانتظار الحساب فهو لا يعلم مصيره بعد هو لا يعلم ما الذي سيحدث بل إنه يعتقد أنه من أصحاب الجنة لأن كثير من الملحدين أو كثير من المنافقين كثير من الظالمين اليوم يعتقد أنه إذا رجع إلى الله سيضعه في مراتب عليا في الجنة هكذا يعتقد يعني الذي كان ذو غنا واسع في الدنيا وهو ضال يعتقد أن الجنة ستكون له دون الفقراء هكذا اعتقاده طبعا فهذا الإنسان عندما يبعث يخرج أول لحظة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون مجرد أنه خرج ونظر ماذا يقول قلنا لدينا احتمالا إما أنه لا يوجد عذاب قبر وبالتالي سوف ينتظر أن يحاسب ثم يتحدد مصيره إلى الجنة أو النار ثم يصرح بعدها إذا كان يوجد عذاب قبر فلابد أنه رأى مصيره الأسود في جهنم ورأى أنه وعانى من العذاب في هذا القبر ولكنه عذاب للنفس دون الجسد وبانتظار الدخول إلى النار هو ينتظر الكافر في قبره أيها الأحبة طبعا الجسد يتركه ورأه النفس نحن نتحدث عن النفس هنا النفس التي توفاها الله يعرضها على النار كل يوم النار يعرضون عليها غدوا في الغذات يعني في الصباح وعاشيا في المساء يعني عند شروق الشمس وعند غياب الشمس غدوا وعاشيا النار يعرضون عليها غدوا وعاشيا غدوا وعاشيا هكذا هذا في الدنيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب ما هو العذاب؟ إذن هذا الدليل أيها الأحبة على وجود عذاب في القبر دقيقوا معي نحن نريد أن عندما نقرأ آية نقرأ ما قبلها وما بعدها وبقية الآيات تدبر ليس مجرد أن تأتيني بكلمة من هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا انتهى يعني مرقدنا يعني لا يوجد عذاب قبر ليس هكذا يفسر القرآن ليس هكذا يفهم القرآن فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ما هو سوء العذاب؟ نتساءل الآية التالية من سورة غافر تفسر لنا سوء العذاب هو نوعين في الدنيا وفي الآخرة يعني في الدنيا بعد الموت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر ويوم تقوم الساعة يوم القيامة ماذا؟ أدخل آل فرعون أشد العذاب إذن أنت أيها الكافر سوف تعرض على النار غدوا وعشيا هذا نوع من العذاب لذلك الله تعالى قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب سوء العذاب ما هو سوء العذاب؟ نوعان في الدنيا في القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا باستمرار عذاب ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب إذن أيها الأحبة هذه آية واضحة وصريحة ومباشرة تقول لك هناك عذاب بعد الموت كيف تقول لا يوجد عذاب في القبر؟ شيء الثاني عندما يقول الله تبارك وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم طبعا هذه آية يوم القيامة عندما يخرج هذا الإنسان قلنا هناك احتمالان احتمال أنه لا يوجد عذاب قبر إذن سوف يخرج وينظر فإذا هم ينظرون ينظر لا يعرف أي شيء سوف ينتظر الحساب ولكن الآية لا تقول ذلك الآية لا تقول إن هذا الإنسان يخرج ولا يفعل أي شيء ينتظر الحساب لا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم خرج مباشرة ينظرون وقالوا أول شيء يقوله ما هو وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يعني إنسان أنت تهدده في القبر ليلة نهارا بالعذاب كل يوم سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عذاب 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 ثم يأتي يوم الدين هو الذي كان يحذره ويتمنى أنه لا يأتي لذلك ماذا يقول في هذا الموقف أيها الأحبة وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين أنت متى تقول يا ويلي إذا لم يكن هناك عذاب في القبر ولا تعرف مصيرك بعد لماذا تقول يا ويلنا إذن لابد أنك رأيت شيئا جعلك تقول يا ويلنا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين إذن هناك ترقب لمصيرك الأسود في النار هناك ترقب وأنت ترى النار كل يوم تعرض على النار كل يوم وتعذب بهذا العذاب الذي هو أسوأ ربما مما لو أحرقت في النار وحاق بآل ثرعونة لم يقل العذاب الكبير أو عذاب عظيم قال سوء العذاب عذاب سيء أن تعذب إنسان من دون أن تهدده بالعذاب إذن أيها الأحبة وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل يأتيهم الجواب الذي كنتم به تكذبون أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون أيها الظالم أيها الملحد أيها المشكك أيها المتكبر هذا الموقف فقط تذكر أنك ستقف مستسلما أمام الله يوم القيامة وأمام جهنم هي تواجهك وتنتظرك يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الآية الثانية أيها الأحبة التي يستدلون بها في سورة ياسين ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث أي من الأرض من القبور من كل المكان الأجداث تشمل حتى أعماق المحيط تشمل بقايا هذا الإنسان التي تحجرت في أعماق الأرض ربما لذلك لم يقل يبعثون من القبور قال صيحة واحدة فإذا هم من الأجداث أي الأماكن التي كانوا يستقرون تستقر بقايا قلنا إن عجب الذنب الأرض تأكل كل شيء إلا عجب الذنب هذا الجزء الصغير الذي الله أعلم به يبقى ولا يفنى ولا يبنى حتى لو ابتلعك حوت يبقى هذا الجزء ويموت الحوت وتمضي ألاف السنين ويبقى هذا الجزء محفوظا الذي فيه شفرتك الوراثية منه تركب ومنه تبعث يوم القيامة فتخرج من هذه الأجداث سواء من قبر سواء من باطن الأرض سواء من جبل أين استقر هذا الجزء في أي أرض تجد أن هؤلاء الناس يخرجون بسبب هذه الصيحة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مقادنا سبحان الله إذن يا ويلنا تتكرر هنا لو كان هناك رقاد أيها الأحبة لماذا يقول يا ويلنا يعني أنت الآية التي تستدل بها على أنه لا يوجد عذاب قبر فيها العذاب هي دليل على عذاب القبر هو فهمها خطأا فهم أن النفس ترقض وهذا خطأ أيها الأحبة لأن الله يقول قل يتوفاكم ملك الموت والوفاة كل النفس الوفاة كل النفس يتوفى يعني يخرج هذه النفس وتخرج إلى حيث الله يعلم المؤمن نفسه تصعد إلى السماء تفتح لها أبواب السماء وهذا موضوع إن شاء الله سأفصل فيه في لقاء خاص عن مصير النفس بعد الموت وأنا أعتقد أن نفس المؤمن تفتح لها أبواب السماء وتصعد هذه النفس إلى الله كما قال تعالى يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ ارجعي إلى ربك رضية مرضية النفس الخبيثة نفس الكافر تأتي لتخرج تغلق أبواب السماء أمامها تبقى على هذه الأرض وتبقى تعذب بطريقة يعلمها الله لماذا لا تفتح لها أبواب السماء استمعوا إلى هذه الآية أيها الأحبة آية مهمة جدا الله تبارك وتعالى يقول إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اسمع أيها الملحد اسمع معي هذه الآية واخذ نصيحة تفكر فيها إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِهَذَا الْقُرْآنَ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ما هو مصيرهم؟ لا تفتح لهم أبواب السماء ما معنى ذلك؟ أي أن هذه النفس التي خرجت إذا كانت مؤمنة تفتح أمامها أبواب السماء لتصعد إلى بارئها سبحانه وتعالى يَا أَيَّاتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَا أَرْجَعِ لَهَا رَبِّكِ رَضِيَةً مَرْضِيَةً إذا كانت نفسا ملحدة لا تفتح لها أبواب السماء إذن لا تفتح لهم أبواب السماء هذا في الدنيا في القبر بعد الموت ولا يدخلون الجنة في الآخرة ماذا؟ في الدنيا لا تفتح لهم أبواب السماء لكي تصعد هذه النفس إلى السماء حيث الملائكة وحيث النور تبقى على الأرض وفي الآخرة وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَعْطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ سبحان الله القرآن يعني سمى الذي يكذب بآيات الله مجرم هل هذه دعوة لنفهم أو لنصحح مفاهيمنا عن الإجرام إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا هذا في الدنيا ولا يدخلون الجنة في الآخرة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إذن أيها الأحبة هذا دليل ثاني على أن نفسك أيها الملحد سوف تبقى تعذب ولن تصعد إلى السماء هذا نوع من العذاب شيء آخر أيها الأحبة أنت عندما تموت ما هو مصيرك سوف جسدك يستقر ويرقد ولكن هذه النفس سوف تغادر فهل تحب أن تبقى نفسك على الأرض أم تصعد إلى السماء يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك رضية مرضية طيب بما أن هناك عذاب هل هناك نعيم لابد أن يكون كذلك الله تبارك وتعالى يقول وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون طيب إذا كان الشهيد الذي جاهد وقتل في سبيل الله كان حيا يرزق عند الله وهذا الحديث هذا الكلام في الدنيا وليس في الآخرة يعني هم أحياء في الدنيا بعد موته إذن هذا نوع من أنواع النعيم أيها الأحبة أحياء عند ربهم يرزقون فرحين طيب الفرح هل هو عذاب أم نعيم نعيم هؤلاء الذين كفروا وألحدوا واستكبروا وكذبوا آية الله سوف يعرضون على النار غدوا وعشيا هذا بعد الموت بانتظار يوم القيامة يعني هو في حالة خوف وترقب وعذاب حتى تقوم الساعة لذلك أول كلمة ينطق بها يا ويلنة إذن أيها الأحبة لا يوجد آية واحدة في القرآن تقول إنه لا يوجد عذاب بعد الموت والآيات التي تم تفسيرها على أنها دليل على أنه لا يوجد عذاب بعد الموت هذا الفهم خاطئ وقاصر وغير عميق لذلك نؤكد أيها الأحبة من القرآن أن هناك عذاب بعد الموت بل لخظة الموت وسأختم بهذه الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم اليوم يوم الموت تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون طب هذه الآية أليس فيها عذاب لحظة الموت ماذا يوجد هنا اليوم أيها الأحبة اليوم تجزون عذاب الهون هو لم يمت هذه الآية لسورة الأنعام تصور لك لحظة ما قبل الموت ماذا يحدث ما قبل الموت أيها الظالم ستتعرض إلى هذا الموقف ولو ترى إذ الظالمون هذه الآية أيها الأحبة معلومة جانبية فيها الشفاء أيضا لمن يشعر بالظلم إذا شعرت أنك مظلوم وظلم كإنسان تذكر هذه الآية هذا الإنسان سوف يكون هذا مصير وهو قريب في أي لحظة الموت قريب تذكر أن هذا الظالم الذي ظلمك سيمر بهذه المرحلة العذاب عذاب الهون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذاب القبر وأنصحكم أحبتي أن تكثروا من الاستعاذة من عذاب القبر تقول أعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر وهناك أدعية كثيرة موجودة على الإنترنت يستطيع أي إنسان أن يحفظها يكتب أدعية عذاب القبر أو أدعية الاستعاذة من عذاب القبر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من عذاب ما بعد الموت أو عذاب القبر ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذا الموقف العظيم وأن يجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة التي إذا صعدت إلى خالقها فتحت أمامها أبواب السماء ونكون جميعا إن شاء الله ممن قال الله تعالى فيهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته